لا تنسى ربك أيها الإنسان هذا المصير لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فلازلنا نسير إلى المصير ومع هذه الفتنة الخطيرة ألوي فتنة المسيح الدجال الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محاله وفتنته وصفا دقيقا ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولقد أنذره نوح قومه نوح أول الرسل ولقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور لأن الكذاب يزعم أنه رب وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه أي بين عيني الدجال كافر وفي رواية في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم وفي رواية يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يعني هذا الرجل المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان على قلبه سيقرأ كلمة كافر بين عينيه الدجال حتى ولو كان هذا المؤمن أميا لا يجيد القراءة والكتابة لأن الذي سيوفقه لانقراءة هذه الكلمة هو ربه تبارك وتعالى ببركة هذا الإيمان الذي أشرق نوره على قلبه لا شك أن صفات النقص التي يتصف بيها المسيح الدجال لمن أعظم الأدلة على بطلان دعائه أنه رب الخلق ورب الناس فلو كان ربا أصلا لأزال النقص من نفسه أولا أيها الأحبة لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا فتنة الدجال وصفا دقيقا فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي راه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن اليمان قال عليه الصلاة والسلام لأنا أعلم بما مع الدجال منه الله أكبر لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإن أدركه أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض وليطأطئ وليشرب فإنه ماء بارد وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فأما الذي يراه النس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه النس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب في حديث النواس بن سمعان وهو حديث عمدة في هذا الباب في فتنة الدجال والحديث راه مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض فقال عليه الصلاة والسلام أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدرة فقال الصحابة يا رسول الله وما إصراعه في الأرض فقال كالغيثي استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به لا حول ولا قوة إلا بالله ويستجيبون لدعوته الكاذبة الدجالية فيأمر الدجال السماء فتمطر والأرض فتنبت ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولة فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس معهم أو ليس بأيديهم شيء من أموالهم ثم يمر بالخربة بالمكان الخراب فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي كجماعات النحل المتلاحقة ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه الدجال بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل وهو يضحك قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك أي تستمر فتنته في الأرض إذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم إذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن فضل الله تبارك وتعالى أن يرحم الله أهل الأرض ببعثة أو بنزول عيسى بن مريم بنزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليخلص الأرض من هذه الفتنة الدجالية الكبيرة ينزل عيسى بن مريم عند باب لدن الشرقي ثم ينطلق إلى بيت المقدس وهناك يلقى الدجالة عند باب لدن الشرقي عند باب لدن الشرقي فيقتله إذا رأى الدجال عيسى بن مريم ذاب الدجال كما يذوب الملح في الماء ويخلص الله الأرض ببركة نزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة وأختم إخواني بسؤال مهم ألا وهو ما السبيل للنجاح من هذه الفتنة الخطيرة والجواب يا إخواني أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة فمن وفق للاعتصام ب بلد الله الحرام أو بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اعتصام بالله جل وعلا فليفعل فإن الله قد حرم على الدجال أن يدخل مكة والمدينة كذلك قال صلى الله عليه وسلم من أدرك الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف الله الله وفي لفظ فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف وفي لفظ من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال فاحرص على حفظ سورة الكهف كلها واحرص على تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لي ونجينا الله عز وجل من هذه الفتنة ومن كل فتنة إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا بنا لنواصل المسير إلى المصير جعله الله جل وعلا مصير خير ورحمة وبركة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المصير لكل الخلق عنوان فارجع لربك إنه الديان هذا المصير ترجمة نانسي قنقر